موسيقى على النقيض تماما من آلة الحرب والنزاع الدموي بزغت مفردة الحوار في الساحة السياسية العراقية مرافقة جملة وتفصيلا لشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في بناء مرحلة ما بعد الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي بصورة أكثر من أي ملف آخر والحوار الذي تتقنه بغداد غير ذلك الذي تختلف عليه قوى سياسية في مفاهيم مفردات السيادة والتفاوض سيما عند أهل الصنعة السياسية من كتل تفسر العلاقة مع واشنطن بما يرضي مطالبها المتمثلة بنبذ الوجود العسكري الأمريكي فالحوار وبالدرجة الأولى بوابة فتاح للعراق على العالم والإصلاح في شتى مجالات البلاد تقول الحكومة والتصريح الجديد للسفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي بالتأكيد على أهمية الحوار الاستراتيجي يقول خبراء العلاقات الدبلوماسية إنه بمثابة تعزيز الخطوات المستمرة في العلاقة بين البلدين تحديداً فيما تركز عليه بغداد والمتمثل بتنفيذ برامج الإصلاح على مختلف المستويات والعمل على بناء الشراكات المثمرة مع المحيط الإقليمي والعالمي لنفض غبار سنوات عجاف كانت تشغل العراق بالحرب ضد الإرهاب وهو ما أثقل تركته في دوامة الخسارات من انقطاع عن العالم الصديقي والشقيق وقبل أيام عدة كان لقاء طاولة الدفاع الذي جمع وزيريها العراقي والأمريكي في واشنطن معززاً لتلك المفاهيم والثوابت ومدشناً لخطوة جديدة يقول خبراء أمنيون إنه مهم لتعميق الاستقرار الأمني والاقتصادي في العراق والذي يؤكده الخطاب الرسمي العراقي بالضرورية ولا يخفى على لسان مطلعين تأكيدهم على أن تلك العلاقات تثمر أيضاً في أن يخرج العراق بفوائد الاستقرار له وللمنطقة وصناعة نتائج مثمرة في تعزيز لغة الهدوء بين واشنطن وطهران لما له من رصيد كبير في علاقاته الإيجابية مع طرفي النزاع الإيراني الأمريكي ترجمة نانسي قنقر